مرحبا شباب قبل كل شيء صلء عن نبي محمد أفضل صلى وهي بنابدا كما قلنا سيتم كشف عن طلال بايشين ويقول هل سيتم يتكشف عن أثار جبل بايشين قريبا ويقول شوان كان جبل بايشين محتلا سابقا من قبل صاقلين قوية في المملك السماوية وسقط خلال المعركة ضد الشياطين القديمة يجب أن يكون هناك فرصة كبيرة في الآثار القديمة وقد جرت العديد من معارك نتيجة أرسال الدول الثلاثة العشر الثلاثة في الدولة الجنوبية لأشخاص قويين للقتال من أجلها يبدو أن الوظف الدولة الجنوبية أصبح فوضيعيا ويضع الورقة على الطاولة ويقل حان الوقت الدخول وكسب مكافأة النظام شاويو يعني ديو اذهب بقدموا مصغير السيدك نعم على أمر السيد ستظهر أثار جبل بايشين قريبة لذلك أريدك أن تذهب في مغامرة هناك وتتعلم بعض الأشياء ويقول دنيو نعم سيدي ويقول لشوان ستخاف إذا أرسال جبل سيو تسعة أشخاص هناك هذه المرة ويقول دنيو هذا المذن يخاف على طلاق بل يتطلع بدلا من ذلك ويقول لشوان جيد حان الوقت ووضع ماضيك ورائك ظهرك سواء قمت بصنا اسم نفسك أو واجهت كارثة مرة أخرى فأن الأمر يعود إليك تماما إذهب هناك ويثبت نفسك ويقول دنيو نعم سيدنا نهي نسمك ونتقل إلى أطلال بايشينغ ويقولون يحيط بجبل بايشينغ الحالي عدد من قوى الرئيسية وضعفات الزعامة مستوى العالم الحقيقي الثالث ليس كذلك بالنسبة لمزارعين الزغار مثلنا سيكون رائعا إذا تمكننا من جمع بعض البقايا بالمناسبة لم تصدق قاعة الزهراء العائمة بعد على غوم من قاعة الزهراء العائمة مؤلفة من النساء فقط فأن قوتهم بين القوى الرئيسية في الدولة الجنوبية فمن يجرع التقليل من شانهم وهذا يعني أن القوى الرئيسية جماعة تقف على قمة جبل ولكن هذه القمة محفوظة لإشخاص قاعة الزهراء العائمة الذين يمنصلوا بعض ويقدر أن العرض الرئيس سيبدأ عندما تصل قاعة الزهراء العائمة وآثاره بدأت في الاتزاز قليلا لكن لم يحس بها ويقول في البلاد والطواف ثلاثة الحالية هناك دولة تأتي في بوعدها ولا يوجد حتى شخص في المستوى التاسع من الحقيقة ويتم التجمع ويقول لا تحتاج لذلك يوفين ماذا عن ثلاثة أنصاف باطرة لا يزالهم في أيدي الإمبراطوريتي وانا ننفسها مشتعلة بين الزهراء العائمة وغيرها ويقول ليفين لأن شامعك ملك الشر في الماضي كانت هناك دولتان وثلاثة طواف في الدولة الجنوبية لكن هناك دولة الآن أخرى لا تعتقد أننا يجب أن نفع شيئا ويقول ملك شيريد دعمكات محكمة ملك الشر خاصة بي عادلة وانا احتقل متسلطين على الضعفة ويتفاجئ ويقول هل لديه خجل بدأ وكانت الجمجو ما خرجت من قلب غياب الجذع الدماغي لديه نوع من جمال يعني بسيط من الجنون قصده إنه شي جيدا يكون لديه ملك الشر مشكلة في الدماغ ويتشيخ تشين يقول الشيخ تشين تبدو آمن ومعافى ونرى من جبال سعى سيوف ويفرحون بها ويقول ملك شيريد اين جيان كون من جبل سعى سيوف بالتأكيد يستحق اسمه بالفعل ويقول ليفين لأن القوة القوية الوحيدة التي تعتمد عليها عشرة تشين هي قوة جبل سعى سيوف ويفرحون الجميع بقدوم قمة في جبل سعى سيوف ويقول هو في المستوى التاسع من العالم الحقيقي وهم لم يتجاوز خمسين عاما سمعت أنه طلب أن يكون بطريق لكنه رفض متابعة طريق التسلح بكل قلب وهدفه هو أن يكون لقوة بالفعل وينزل ويقول الشيخ تشين الممتن ويقول لا رحب السعى يرجى توخي الحذر ويتقول الفتاة أن الأخ جيان كون وصل أخيرا ويجد سيدة كنز جبل بوشين العبقر حقيق مثل الشيخ تشين كون ليس كذلك ويغلاج الربوبة وما بعد أنت النصب تذكار سيختار لك يوما للزواج من جيان كون ويتفرح وتقول حسن كش يتوقف على جدي ويقول جدي سمعت أنه كان قريبا جدي من أخت صغرة جد من أخت صغرة من جبت ساي سيوف أعلم ذلك جدي لم يخفي عني أخي جيان كون غيشي لذا إذا كان هناك فتاة فلتكن محظي على أكثر فجيان كون قوي جدا وهناك كثير من النساء التي يعشقنا لذا فأنا ليس مشكلة أن يتزوج بزوجة ثانية ويمكن أن تخدمني أيضا ويقول عجوز لديك قلب كبير أي قلب هذا للجحيم وبدأت أطلال تهتز للانفتاح ويحس بها الآن جميع قد جدا سيتنفتحها مع الكثير من اتزازات في الغرفة لا يبدو أنه سيمضى وقت طويل قبل أن يتمفتحها حقا جبال بايشي غنائي جيان كونغ في انتظاره ويقولون لماذا لم تأتي النساء دار طائف الزهور العامة حتى الآن ويقول مكشيري إنهم مترددات جدا بالتأكيد يحتاجا إلى رجل يتخذ القرار عنه ويقولون هذا الرجل غبي حقا يبدو النشيات لا تزفيد بأنه الملك الشرير أصبح لديه مشكلة في عقله صحيحة دار النساء الزهور العامة طائفة ليس السهلة التعمل معهم وإذا سمع ذلك فسوف تحدث مارك كبير وفوضى ولا يوجد أحد يقدر على إيقافهم على الجبل المخصص دار الزهور العامة لا حد يجرع الوقف هناك وهو ما زال يتحدث بلا جدوى ماذا انظروا إلى قمة جبل مذمتة وجد هناك رجل على قمة طائفة الزهور العامة ونادر جالس أحد تشعر الشجرة ويقولون له من أنت قف تجرع على القمة جبل دار الزهور العامة هل تريد الموت؟ اذهب إذا كنت شخص العاقلة ولا تجعل دار الزهور العامة يغضبا عندما يصل اخرج من هنا يوالورد انصرف ويصرق الجز عليه النهغة بيدانة عامل معه يجرع الوقف لقم جبل دار الزهور العامة يعيمه تقتل حروق حتى يصبح رمادا انت عدي من فادي قطع القمامة سأتعمل معه واسس سمعته كممارث بالمستوثاث من مرحلة الحقيقية وينطلق بالمخلب يفتعين الدينغيو ويقل هذ ويطلق سيفانيته نرى أصبح وجه العجوز شاهبا من هذه الهجمة لها يقطع الدينغيو إلى نصفين لها ينصدم الجميع التنملك الشير معام ويقول ماذا حدث من هو قتل بلحظة واحد على الرغم في المرحلة الثالثة من مرحلة الحقيقية والذي يحدث بحق الجحيم يمأس طارية ما حدث بوضوح هذا هل هو انسان ام شبح ويقول قم جبال تسع سيوف ويقول الدينغيو موثير يبدون التغيير لكن قمامة تبقى قمامة وما بعد كل شيء كونغ ويقول دينغيو انت خاصر عمره خمسين عاما وصلت فقط المستوى التاسع من العالم الحقيقي ويبدون يقول له كيف يتجرى الفتى البري على التحدث لكونغ بهذا الطريقة كفى من الحديث انت من الخاسرين سوف يجعلك كونغ تتمنى الموت ويظهر الى الزهور ومتصاقطها ويتدخل احد النساء في هيبتها ونراها تدخل هان الاسم هان مهم هانين ويقول هاي هانين غيامين قد يسقع الزهور كان جمالها نزل من السماء انها جميلة ويوقع في حبها مباشرة فتى احلامه ويقول كونغ هانين بالفالسة حركة الجنية وتقول هانين يدن المعلمة كانت على حق ادى ما قاتل بالقدوم والجذب المزارعين وضعف دفاعاتهم حتى يتمكن مركز الزهر العام من حصول على ميزة عندما يتم فتى جبل بايشنغ لكن دينغيو يقول النساء ابتعدوا عن هنا ولا تتفاجأ هانين ويقول دينغيو لا تعبثوا بسيفي لا يمكنكم ان تتشتتوا تركيزي لدي فقط السيف في قلبي لا يمكنكم خداعنا دينغيو لن استسلمها ابدا ومن الصدمة الجبل طلع صوات سرخانين وتقول انا غاضبة انت لقد اذهلتني لم اقل حتى اي شيء وقد ادلت بملاحظات وقحة انا هانينغم لم ارى مثل هذا الولد وحش القاسي كما كنت من قبل رجعت تذر مني اولا ويقول دينغيو انا لا اريد ذلك فقط اخرسي ويقول هانين انت تجعلني غاضبة جدا ويتشعر نار الغضب ويقول دينغيو لا يمكنك غواي انا دينغيو اذا لم تغادر فلا تلو من يكوني قاسية مع سيفي وتقول انت وتقول اذا لم اقتلك اليوم انا هانينغ ساكتب اسمي رأسي على عقب كيف اينغ هان مينغ ما اعرف تشلون المهم هي انت الشيخي ناوي قد دينغيو انت مجرد تبذير من جبلس وفي التسعة انت تجرع تصرب البربرية هنا لا تنزعجي هانينغ ان جيان كونغ سفعت عامل مع الشخص الوقع الذي تم التخلى عنه نيابة عنك وتقول هانين تم التخلى عنه ويقول دينغيو يون جيان كونغ سيفك ضعيف للدفاع عني امرأة ليس لك صلاة بها لن تقدر على شيء علم السيف الذي لديك لا شيء سوى الهراء وتقول لانين انت حتى عينيتني انت هيا الشيخ الصغير انا اليوم سوف لكن يصرخ عليه الشيخ ويقاطع الدينغيو لا تصرب بربرية هنا كنت ساعلمك درسك ما افعل دائما لكن بعد ان اتركت مدغبها قررت ان احولك الى رماد استل سيفك واريني مهارتك ويقولوني يون جيان كونغ غير صبور لقد نادى الجنميع دينغيو بالقمامة فكيف لا يمكن ان يكون مريضة وامام هانين لا ينضب ويقول دينغيو هنف يقول الشيخ كيف يجرع الشرير على ما حضرت بمثل هذه الطريقة يجب ان امزق الى قطال انها غضبي قصدك تريد تتعيني لعجاب هانين ولا يسحب سيف الشيخ ويقول دينغيو انت قمامة خذ مهارة سيفه وينطلق مباشرة نحو دينغيو ولا دينغيو يتفادها بكل سهولة ولا من يخرج سيفه ابدا من غمده ويتصدى له ويقول كونغ هي الرخيصة لينطلق مباشرة نحو دينغيو ويقول لا انت غبي لماذا لا تستل سيفك ويقول دينغيو انت لا تستحق ويقول لا تبالغ في تقدير نفسك يكفي اللعب معك حلقة حان الوقت انها نمر ويطلق طاقته وانا يطلق طاقتك كاملة وينتجه مباشرة نحو دينغيو لكن دينغيو يبتسم ويطير ارواح الاشجار ويخرج سيفه مباشرة ويقطع كل شيء امامه ليحدث انفجار دخاني وانا يخرج الغبار وانا تمغرس السيف بصدر كونغ والمفاجعة ببرود الامي اهتم لها دينغيو ويقول كونغ كيف يمكن هذا هذا مستحيل ويقول لدينغيو لا يوجد شيء مستحيل ان خسرت عليك الاطراف بذلك لا تكون جبانا ويقول الشيخ كونغ لما اخسر يجب انك تكون قد استعداد دمك ان زمان ويقول لدينغيو يبدو انك لا تقبل هزيمتك ويقول لكون تعال مجددا ان كنت قد تجرى وانا دينغيو يصحب السيفة مجددا ولم يرى اي احد يصحب السيفة ليه التفاجئ كونغيو يقول ماذا حدث متى اخرى السيفة لم اراها اطلاقا ان خطأ كونغيو لا مبالي في البداية والآن قد اصدت انا متأكد مني لم اراها جيدا ويقول ان كنت مكانك وتأتي صديقة طفولة دينغيو تقل لدينغيو توقف لينظر الى دينغيو ويقول بنفسه بدون السيد كان محقا كيف يمكن ان تصبح اقوى ان لم تنسى حبيبتك حبيبتك مجرد عائق اينغ جيانغ كونغ هل تعلم انه خسرت لينصد من جيانغ كونغ وانا تفاجح حبيب الطفولة ويقول دينغيو انه بسببها وتقول بسببي ويقول دينغيو لديك امرأة في قلبك ويقول جيانغ كونغ امرأة وتقول يا حبيب الطفول تيالا منهراء ويقول دينغيو تأثر النساء فقط على سرعة سيفك وستكون ضعيفة ان كان لديك امرأة في قلبك او امرأة بجانبك ان كنت قلقة بشان شخص ما فستخسر بلا شك بسبب بطئك في سحب سيفك اجعل سيفك الوحيد الذي في قلبك ويقول جيانغ كونغ هل هذا السبب حقا هل انا بطي حقا وانا اغمغ وجهه وانا ارى غاضبة جدا ويقول لها ابتعدي عني سحب مجددا وانا ارى غاضبة جدا ويقول دينغيو جيسي اعطيك وقت التتعافى وبعد ساعة ونصف والشيخ جنكون ويقول دينغيو لنا تأسكون مستهدرا هذا المرة وبعد ان تعافى بالكامل ولن اخسر امامك مجددا ويطلق الهالة على سيفك ويقول نرى جميع التفاجئ ويقول هل سيفعل هذا مجددا وهو يائسا وتقول هانين لما انا اقلق على دينغيو ويقول جانكونغ دينغيو احذر هذه التقنية الخاصة جب السيوف التسعة وهي ايضا التقنية التي سستخدمها لها زيمتك هذه المرة ستخسرها حتمة ويطلقها لقوية رد على ذلك دينغيو يبتسم بشدة ويطلق بتقنية الخاصة والاقوى سيف الدمار وينطلق مباشرة سيف عمراق نحو دينغيو ويقول دينغيو جيد ويقول اهلم لي وينطلق مباشرة نحو السيف لقد حطم السيف ويصعد الاعلى ويطلقها لحمراء ودموية وانا الجميع لم يفهم ماذا يحصل نيران بحيرة من امرهم ويقول اجيانكون الى اين ذهب انه نرى وجهه اصبح شاحبا ويقول دينغيو لقد خسرت ويحدث انفجار قوي يزلزلوا العرض وانا رى دينغيو ينظر اليه ببرود وانا رى جانكون سيموت مستعد للموت ويقول جانكون اذا كنت رفي قتل دينغيو ففعل ذلك بدون ان تقول اي شيء ويقول الدنيا وحتى يقتلك حتى تقدر انك تستحق ذلك هل سهل الموت اشخاص مثل ذلك الذين يعرفوا شيء عن السيوف ليسوا جديرين بان اقتلهم يجب ان تعذب وانا دينغيوي رجل يرغب في قتل الحكام انت لست سوى حجر في عيني ويقول لا تفهم ويتفاجأ الجميع من هذه الصدفة بقتل الحكام ويقول منك الشرير ايضا ماشين هذا الصبي مجنون هل هذا دينغيوي حقا من اين جاذ الصبي ومن هو معلمة هل هو من داتين اخي جانكون وانا اشياء غاضبة جدا وبعد دا لم يتبقى سوى دقائق على فتح جب الدوائشين وانا انتقل اشيوان ويقول لأسف تم استخدام بصمة مرأة السماء المدى عشر اللي في يوم بالكامل ليست متأكدة من هو اذا كانت صغير يوي اذا لهم جميع عملها ويت النظام ويقول لقد بقت بالمنزل بينما سحق تلميذك دينغيوي اقوى الصاقلين امام طلال جبل بايشينغ بضربة سيف واحدة جميع الاشخاص الاقوياء المتوجدين هناك مصدومين مرأة تجسس السماوية هي جائستك لقد انقذ الزغير يوي من ان يصبح متكبر ومغرورا من خلال تدريب هذه النتيجة ليست مفاجئة بينها على قوته وهو في المستوى التاسع في العالم الحقيقي وثم يستخدمها اشوان مرأة تجسس السماوية ويمكنها رؤية وتعاقب كل شيء في العالم بغض النظر عن الزمانة والمسافة وبصرف النظر عن العدم القدرة انقل عناصر تيكي المرة هي ببساطة الاسترار المحسن من مرأة السماوية مدة عشر الف يوم ويمكنها ايضا تقب الاهداف على اي حال اسرع وارينيكي في حال الزغير اليوهي الان وانتق الى جبل باشينغ وانا دينغيوه هو اماما ساقط الشيخ ويقول لا تحتاج الى اعتراب لازم جان كونغ نظرا للفن جبل السيوف التسعة منذ بداية كان هناك شخص واحد فقط يمكن اعتباره شخص جديد بمؤسس تقنية جبل السيوف السيوف التسعة ويقول ملك شرير من مؤسس انها الشخص متعجف ليس ساقلا شريرا وتفاجئ يقول كيف يمكن بهذا القوة ويقول الشيخاته متكبر جدا ماذا لكن تقول عن تقنية جبل السيوف التسعة الخاصة بنا ويقول لديه يا رجل ليست مقتنعة تريد ان تقاتل مرة اخرى ويقول ان انت هو غاضب لكن يتبع ويقول لا تتم لا تتم ليس من الجيد ان تغضب في سنك هذا العجوز صحيح صحيح سيتموت مبكرا ويقول دينيو لا تضيع وقتك اذا لم تجر لا تقاطع راحتي ويجع جلوس امام الشجرة وتأتي صديق الطفول تقول لديه يا رجل لا تجاوز الحدود ويقول لديه يا رجل كيف تجاوزت الحدود وتأخذ وترحل ويقول دينيو ان سأفسدنك بالفعل انغ جاكوغ لن تستطيع ان تلحق بي ابدا وانا بدت الاتزازات والجميع وتستغرب وتأتي هانيو وتقول انت انت سيد دينغ ويقول دينيو امرأ بتعدي عني اوش استخدم سيفي وتقول لها هانين حسنا اتمنى لكن موت مبكر جيد انا معجب بشجاعة الاخ الزغير دينغيو ويقول الملك الشرية لا تنخد عمام النساء الحديث عن الرحاب هو ضع للوقت السعر للقوة بكل جيد هو الطريق الصحيح هذا العجوز الشرية يتحدث بكثير من الهراء عندما يحصل الاخجيان على الفيط لا جبب ويشيق ستكون هو الضحية تقتل هيهم مؤسسة من الزغفة ماذا الشرية القذر ويقول الملك الشرية اعتجل منفذ قانون مثلك في محكم الملك الشرية لماذا لا تأتي معي التنفيذ قانون ومساعدة العدالة ويقول الملك الشرية لم يجن جنون بعد انه يعرف كيف غير دينغيو والصاقل القوي بدون دينغيو اصبحت جهازة الكبرى للفصال هذه المرة ويقول تشين لا تستمع الى سخفتها الصاقل الشرية اخي دينغيو انا وزير امبراطورة تشين العظيمة ما رايك فيها ان تأتي امبراطورية تشين الامير الزغير امبراطورية تشين وسط ياسن الزواج وتمتلك جماله طبيعيه وموهبة وجم لا يفوق على هان ايمين وبالاضافة الى ذلك لديه من جميع ايضا ويما رأى في جميع انواء الموسيقى والشطرانج والاغاني وليس من المجهجة ان تتحاط باجمل امرأتين بالاضافة ذلك يمكن يطلب احجار روحية وحبوبة واسلحة امبراطورية طالما انضم الاخ الصغير اللي يمكن تلبيه الشروط ويقولون ليو فينغ هذا الثالب العجوز حتى باع ابنته اه اذا سمحنا دينغيو برد اخول انبراطورة تشين فان تشين ستكون في خطر ويقول دينغيو هذا الذكي الشرير ليو فينغ يعتزم استخدام الجمال التدمير فن السيف الاعلى الخاص به الذكي اتذكر تعالي معلمي مسار السيف الاعلى مستويات من مسار السيف هي الجوهر الحقيقي لفن السيف انا الوحيد الذي يتمنى قتل الحكام بضربة واحدة من السيفي يريد هذا الرجل تدمير طموحه ان اصل الى قمة مسار السيف ويصرخ عليه لص العجوز اتريد تدمير طموحي ويقول دينغيو اخي الصغير انا اسف تكون موقعها جدا انت الطفل متوحش لا يدرك ما يفعل الاسم متاكد ما اذا كنت ستماكن من قتلك عندما تفتح الاطلال القديمة وتقول هانين هذا رجل عني الحق ولكن لافظة اذا كان على حق ام لا ويقول هماذا تحدقين به تأتي رئيس الدار الزهرة العامة وتقول لقد كنا هنا الفتر وانت لن تلاحظ حتى انت فقط تلاحق تحدق في الصبي امامك النسية المهمة التي كلفتك بها وتقول هانين معلمتي هل هذا التلميذ لا يجرع على كل التو وتقول رئيس من هذا الصبي لماذا يجرع لي نقف على القمة جبل المتدفق وتقول هانين معلم ما حدث هو وبعد الشهر راح المطول وتقول سحاول في هذا الحال اغراه وانرى تلاميذ يسقطون من على الصدمة وتقول ماذا هانين ويقولون يبدو ان خطة جنزه متدفقة قد فشلت ومع وصول جنزه متدفقة ستبدأ الفصائل الكبرى في مناقش الاهلية يدخل في اطلاع جبل بيشغ عندما يحن وقت اخشى اننا ساقلون زغار لن يكون لدينا فرصة كبير الدخول واكتساب الفرص مع ذلك دين غيو لاني شارك في المناقش سوف يدخل سواء كان يوافقون ام لا وهو ايضا يكره النساء وانا ينطلقون مباشر ان اوه دين غيو ويقول السيد دين غيو انا ساقل صغير ودي نظام لكن دين غيو يصرق عليه ويقول اخرج من هنا ويدخل الاخر ويقول ما يعلم الناس يغبون فقط فيه ويقول دين غيو هل تريد الموت ويقول دين غيو اذا قمت بيزاج مرة اخر سيقتلك ويقول لحسن اخي وانا اشوان يضحك عليه ويقول لا يبدو ان دين غيو شهير جدا والموت علم تبدأ بعد في الدولة الجنوبية ماذا ماذا حدث وينظر للمرأة ويقول تشيوان لقد ترك البضع سنوات ثم اعد مع ابن لا يكون هناك نفس الهداث الدموية كما في حالة والدي صحيح ويقول يا اميغ انت لا تزال تعرف متى تعود لقد تعرفون ان او هرب تشيوان من او زواجه من تشيني كيون ولا انا عادك ان اعجوز ويصرخ تيامي بوجه ويقول لا قوة بلغت بالفعل مستوى الاول من عام مركبه بلا شيك عضوه الاكثر مهيبه في جيل عائلة تشو ويقول شوان سيأتي لي يجدني قريبا وحقا لقد اتت يوان الفنار خارجي الاسلاف ويقول لك الثالث عشر ان اخوك الثالث هل يمكن اسألك شيان ويقول شوان رجل كان يتمتع بالنشاط ولا ناقف السابق والان يعان مسي والصحة بسبب الحب كما متوقع مسي يرح يا والدي الشخصية لاحظ بالخجر عند القول انه قريب لي تعلم كل شي عن الانسحاب من الزواج ولان بسبب الحب اصبح متعبة لهذا الحد ويقول قل لي كيف يمكن مساعدتك ويقول لا يوان هذا هو ابني تشوينفان وودان اطلب منك التساعدني في التربية وعيش حياة طبيعية بينفان ناديه بالعام الثالث عشر ويقول بينفان العام الثالث عشر ويقول شوان حسين اصب جيد لديه رأس نمر وعقل النمر يبدو ثقيلا وبليد ويبدو ان ليس لديه موهبة من المظهر الاول يجب ان يكون سبب هذا تم تسميته بينفان ويقول يوان اه الاسف ام الطفل هي ابن عائلة كبيرة ووقعنا في الحب اصبحنا والدين ولدين تشو بينفان نتيجة لذلك جاهدوا قومين عائلة الكبيرة واخذها من قوة من عدنا ولم يقتلوني بسبب توسل زوجتي لهم من لا يقتلوني وانا ذهب للدولة الشقيقية اللي اخبروا منه تشوان ليس يدون احد في هذا العالم ويقول شوان اعطي لفسك الاخثاث سارب بيها انا جيدا ويضع يديه ويعطيه بطاقة النجاة طالما لا يتعامل مع كان قوف الملك السماوية ستحمي هذه القوة بلا شك ويقول بينفان ابي هستترك فاينار ويقول لا يوان اب سيعود بالام فاينار صابت جيد يجب ان تسترمع الى العالم شوان هل تفهمت ويقول بينفان نعم ويقول يوان لخثث عشر سغادر ويقول شوان اعتني بنفسك وانا بينفان ينظر الى سكين ويقول ليون بينفان افتقت عمتك وابتسمي بينفان ويقول لا نعم وتقول ليون العام الثلاث عشر لخ الثالث ويقول شوان جميع يسلك طريقة الخاص وهذا على الرجح هو طريقة وتقول ليون العام الثلاث عشر موهبة فاينار قليلة وانا اتعرق ويقول شوان سيبحث عن مواصلة حبة عزيز الموهبة الموهبة ليست السبيل الوحيد ويقول بينفان هتتحب السكين كثيرا ويقول بينفان نعم احبها لماذا تحبها ويقول بينفان لانسكاكين تتمتع بالسلطة كبيرة يا حب الاشياء لا تتمتع بالسلطة ويقول شوان ليستها بالسيوف ويقول بينفان لا احبها وتقول ليون العام الثلاث عشر اسمح لي ان اخبرك بشي في المرة الماضية عندما ادرق خرجت التدريب وشرحت لك كيف كان واحد يغازلها ويقول العام الثلاث عشر ذلك الرجل كان سيئا جدا لذا خدعت واستوليت عليك الممتلكة وصناعت العديد من حبوب ايه كان الواقع وتقول العام الثلاث عشر ذلك حبوب لك ويقول شوان لا احتاج للحبوب لقد خدعت واستوليت عليك الممتلكات رجل مسكين ليس لديه شي الان وتقول يوان حسين اخ الثلاث عشر عود للبيت لصولا ويقول شوان تفضلي بالرهي وبعد فترة بيغفوان يتدرب على السكين ويقول شوان يبدو انها قد تكيف مع الحياة في هذا الفناء الزغير ولا يمكن استمعها بالدخول للعالم الزغير بعد الان لان تكرروا العالم خطيرة حتى لو بقي فيه العقود لا يزال طفل زغيرا بيغفوان تعلمون ويقول بيغفوان ويقول بيغفوان سيعلمك العام الثلاث عشر كيف تتدرب باستخدام السكين حسنا ويقول بيغفوان حسن شكرا لك العام الثلاث عشر ويقول شوان هذا السكين عادي مصنوع عن طريق قسر فراء من الشجرة عادية في العالم الزغير ويقول بيغفوان لا شوان هذا هي السكين لك ويقول جميع اعتقد ان غابي ولديه مو بضعيف ولكن من يعرف ربوماد لدى تيوبينغفوان موهبة نادرة وليس موهبة نادرة فقط بل موهبة مطلقة فقط من خلال الحب الشديد يمكنها تصبح قوية في الزراعة وتيوبينغفوان يمتلك حب الشديد للسكاكين وكان غضبا للغاية ويرغب في اثبات انه ليس فاشنا ويريدا يقاتل من اجل والديه تستخدم اخير صيغة سوت 3 جي للسكاكين بسبب تدريب الشاق لم تظهر اي مرشح مناسب للزراعة لزراعة وهان الوقت ولا يوجد تصنيف محدد في تقريقة تنوير شديد اذا كان قوي ام لا يعتمد على ممارس المكانيات بينغفوان تعادل تيكا الدينغيو والوانغلو وفي السادسة فقط انه بينغفوان بدأ التدريب وتحت رشاد ليس هناك مشكلة في انتقال لمملكة الامبراطور قبل سن عشرين ومن قبل في عشرينيات في مملكة الامبراطور اجروا على القول انه سيكون وحيد في الماضي والحاضر واذا ضع ممارس في مملكة الامبراطور دين السن العشرين تحت رشاد سيكون مكافأة النظام السخية للغاية ويستحق الانتظار بينغفوان العام الثالث عشر سيمر للك التقنية السكين ويقع بيغفوان شكله لكم عام الثالث عشر والعام الثالث عشر احباد تقنية كثير وسعمل بجد لا تقانها بالتأكيد ويقول اشوان بيغفوان يجب عليك ان تقول اهتمان لاسترخاء اللعبة اثناء التمرين وتجنب اندفاعات بسبب الاتكاء للتباك العقلي ويقول بينغفوان العام الثالث عشر نفهم ستدرب بجد واستمتع بذلك بالتأكيد وهي سنقل أشواء امتداء من يوم ستعلم في رفع السكين رفع السكين هو المرحلة الأولى في تعلم سورة سيف تيانجي والخطوة الأولى نحو الدخول إلى الدعو وبمجرد أن ينجح الشخص العاد في رفع السكين سيصعد لها مستوى عالي جدا إلا هي مستوى ستصل عندما تكتمل زراعة الدعو العادية هي ستصل العالم فراغة مع العالم مركبة وربما العالم الحقيقي أنه نقوم بتنقي الجسد بينغفان ويخرج يزور من الفضاء ويقول وانلو جهز حمام الدوائية من الدرجة المبراطورية إذا استحن في الدواء من الدرجة المبراطورية من الزغرة حتى ابناء العائلات المرموقة سوف يحصدون ولن يكونوا قادرين على فعل شيء ضد ويقول وانلو ليس المعلم يعزز مهبته مباشرتين ويقول سيشياء لا عرف ما يفكر به المعلم ويقول وانلو سيقوم بصنع كسير التحصي مهبته عندما راتبين فانت تذكرت كيف ما عملت في الماضي في عائلة وان قبل ذلك ويمر الوقت ويقول لبينغفان تعال ويقول لبينغفان عمي وانغ ويقول لبينغلو تعال خذ هذه الحبة ويقول لشوان تناولها واعتبرها كحلوة ليس هذه الحبة التي تتحصي مهبته غير مفيدة بالنسبة لبينغفان ويتناولها هو سعيد ويقول وانلو لماذا ما احدث هيتغيرات لسا هناك مشكلة في الحبة من ظن صناعتها بنفسي معالمين ماذا لم يحدث هيتغير ببينغفان ويقول لشوان مختلف عن مسارك ومختلف عن ملايين فنائين قتالين في العالم كيف يختلف ويقول ستعرف ذلك لاحقا وهم استغربان له ويحير من أمره ويمضى الوقت ويقول سيتم فتح رموز جبل بايشين ولا الشيوخ ليست بمنفاجأة أنهم يخططون حصار وقتل دينغيو عندما يتحى النصب التذكاري مع ذلك لا يمكن أن يقف ذلك دينغيو وابد البرج لدى شوان يشعب بالتنقية وتم تحويل أول بوذة بالعالم ويقول شوان احتياطي زراعة خط مروح أكثر أمانا ويخرج بوذة مباشرة ويقول بوذة رحيم تحية البوذة ويقول لشوان قوم ويأتي النظام وقد تخلقت أول بوذة في العالم دون أن تترك منزلك واستكافى البوذة الحلقي في درجة الرابعة والعشرين بجسد ذيب وعصى كنزية وسبعة ثواب كنزية ومئة من الزراعة وكما كان متوقعا موردو كان أول بوذة والمكافى كانت مرضية للغاية وهي مناسبة مع موردو الآن بو مجهد أن تدخل بوابة بوذية سمنحك جسد بوذة ذيب وعصى كنزية وسبعة ثواب كنزية ويطيها وينحان يبوذي ويقول شكرا لك يا بوذة المكافى ويقول لشوان اسمك الحقيقي هو موردور والآن مجهد تحويلك لم تعد الأمور الدنوية مشكلتك أنا أعطيك اسم نامو بوذة ونرأي الشكرا نامو بوذة على أعطاء الاسم يجب أن تركز على تطوير جسدك يقول لشوان الذهب وممارس البوذية بالجدية ونرأي يدخل العالم الزغير بوذة ويغلوه ويعمعين من الضوء ويتفاجأ بروه نامو بوذة خلفه ويقول من هذا ملابس الغريبة والسلاح الملك في يده يتجاوز حتى لا استحى الملكي العادية ويقول نامو بوذة ميتاب بوذة وينطلق بالرحيل مباشرة ويقول وانلوه يا معلم من هو هذا هل هو مزارة قوي في عالم السماء القوة الغريبة والقوية التي امتلكنا من نرى مثلها من قبل ويقول لشوان نامو بوذة تلميذ بوذة تحت قيادة معلمك ويقول لوانلوه هل هو زميل لنا ويقول لشوان نعم ولا انه يسلك طريقة مختلفة عن طريقتكم ايضا عندما يحصل نامو بوذة على جسم الذهب سلسفس عن الحرب القديمة التي وقعت في ارض الشياطين عندما هاجم الشياطين الدولة الجنوبية ولقد حصت على مكافة تطوير المدى من عام وصعت الى المستوى الثامن من العالم الشرفة وستفتح نقاط جبل بايشينغ قريبا دعو نستشفى ونشهد عجابات النصب القديم وانا جبل بايشينغ لم يتبقى شيئا على الافتتاع وانا جميع مستحد للقتال وانا دنغيو بارد العصاب ولم يهتموا لهم وتنفتح جبل بايشينغ ويقول الشيخ ذا قد تنفتح النصب القديم هيا بنا ندخل وينطلق الجميع بالدخول اليها وانا جبل التساسيوف ايضا يدخلون ومحكم الملك الشرير وباح الزهور العائمة وانا راهاني تنظر الى يدها وتخاطر دنغيو تقل اكترس جبل التساسيوف امبراطوريا غريتشيان العظمى مستعدة للهجوم وتقول لماذا درست رسالة صودية لتحضير هذا المتسلط ويقول دونيو ماذا تناظر مرى بهذا الفعل هل هو تذكير ضطيف ام ها تريد استخدام ذلك الحصول على الضيء والتقرب مني اهلمي لا توقع حتى ان تلمسي قلبي لقد لمسته وتلات علم بوقت غير مناسب ها تحاصروني وتريدون قتلي فماذا لو كانوا على مستوى الامبراطور انا ادينغيو ساقتلهم واقتلوا الحكام ويدخل مباشرة نحو البواب وهو الدخول للبواب يجد امام التمثال مؤسس جبل بايشينغ وتم تسمية عشيرة باسم بايشينغ وانتقل ادينغيو والتحت مصفوفة ويقول كان شخصية معروفة وقوية في التاريخ القديم ضد دولة الجنوبية لاسف تتمير الطائفة التي اسسها وانت المباشرة اللي حاصرون دينغيو والمصفوفة يقول ادينغيو اربع اشخاص على مستوى الامبراطور مجرد حثالة ويقول رئيس الزرامة الحق لان نتحرك وتقول هانيو اين لسي هناك لذلك ليس لديك كثير من العداء تجاه وحتى لو كان هناك فلنا خاطر بزعاج ويقولون هذا الملك يقول ميك شريو هذا الملك يختم يكون مرتبة طبا ولكن الذين تنموا على الضفة واستغلونهم ويقولون انت مزارة شريو وتتحدث عن القواعد والعدل يبدو ان ميك الشر فاعد فقد عقله بعد الان ويقول لأحد المحاصرين ميك الشر هل ترغب في القتال من الجر عدو مساعدته ويقول ميك شريو على غم ان الميك شر هذا هو من الاشخاص الابرار لان ليس شخصا متدخلة ساحترق لكم فقط ويقولونيو مستوى امبراطور انت مجرد حواضر فاشلة لا تستطيعون حتى تتجاوز مستوى الشرفاء ويقول انت متغطرس جدا ويقولونيو السيد الشاب هو الذي غرد بجناحي الغرور انت ساق المتمرد لذا من الواضح ان لم يكن سهلا بالنسبة لك ان تصل الى المستوى هذا لماذا جئت الى تريد الموت ويقول له الشاب لا تكن متكبرا جدا ويقول لدينا وذا كنت تريد الموت سيكون انا دنيا وشخص الذي سيقتلك وانا غاضب جدا ويقول لان فقط المستوى التسمى الحقيقي في حين اني وصلتنا متصف طريقة الامبراطور اذا قام اربع ساقين قوي على منتصف يعني في منتصف على الامبراطور بتحييده كيف يمكن ان يقتلهم ويقول دنيا جبال السيوف التسعة على الفضول كيف تسببت في الغضاء بجبل السيوف التسعة ويقول لها جوز ان جانكونغ هو حفيدنا بالزواج ويقول دنيا اها فعمل ذلك من اجل حفيدك الفاشل ليس من الغريب ان يكون جانكون فاشلا لا يشغل العقل سوى النساء من الغريب لا يكون فاشلا ويغضب العجوز الاصلا ويقل اذا بل الجحيم ويهاجم مباشرة نحو ديريو بوجوم قوي واندن الواقف لا يتحرك ويقول يا رجل كبير انت سوى بكثير من اخي الازغر ويهاجم مباشرة ويطلق تقنية السيوف ويقول لها السيوف اقتلوهم انا ديريو ساسعى الوصول الى ذرواس فن السيك يمكن عدد قيم الفاشل مثلكم يوقفوني وانا ساقتلو الحكام ويطلق السيوف معهم اليوم ساقتل نفس نصف الاباطرة وانا ايتم تجرها العجوز الاصلا في متن مباشرة وهم خايفين ويقول لهم يوقفوا وانطلق ديريو مباشرة النهوة وياتخطان مقل اذا قلتني ساقتل اكساف على ذلك ولا هد يمكن ان يوقفني الاسيوف يسقط من السماء وانا اشيوخ جميعهم ينطلق الليقاء في الدنيو وانا ديريو ينزل على العجوز ويقول لها ديستان يوقفني سيتم سحق الطاقات الزايفة وانطلق الشيخ مباشرة انهو ديريو بخلفه وانا ايتم مصاب ديريو مباشرة في قلبه وانا بده يصرخ لكن الصدمة ليست ديريو من هو مصاب لكن العجوز لقد قتل احد احفادهم ويبتسم ديريو ويقول لها تكون نصف امبراطور حقه مثير الرجاب اذا قلتني ساقتل اكساف على ذلك ولا يمكنك فعل شي بذلك ويقول شين يجب قتله وهو مصاب ولا ستكون هناك مشاكل لا نهاية لها ويقول ديريو لديه وقت القتل واحد اخر اي واحد منكم يغفل موت ويقول لك لاكم امسكوا بيث ثانية واحدة وانطلق اللي يمسك ديريو ويقول لها سامر كبير ان نمسك بيث ثاحظة واحدة تقنية السيف المستقدمة من قبل الشيخ اقوى بكثير من تقنية جان كونغ ويقول دنيو هالتقنياتكم جبت سيف تسعى مقتصرة على تقنية السيف ويخرجوا حبوبا ليلتهمها نرى الصدمة على الاصلة ويقول لا لديه الداني الامبراطوري لاستعادة الطاقة حبات الامبراطور حتى الامبراطور عزمة شيان لا تمتلك كثير منها حتى في جبت تيربوت في السماء ونصر تصني حبات الامبراطور ولكن تلاها دين غيوم مباشرة ويقول لها دين غيوم هذا ليس امر كبير انها مجرد حب الامبراطور ليس ذات قيمة عالية لغة الصناعة خلال عديد منها ويقول لستعادة حتى حب الامبراطوري من درجة متوسطة حتى الحبات الامبراطوري من درجة مخفضة نادرة للغاية ويقول لها دين غيوم كيف يمكن انتظر الضجة بسبب حب الامبراطور من الدرجة المتوسطة فقط هيا يا عجوز من هذه الجبال السيف التسع هيا استخدم سيفة كنا في انتظارها ويقول لها دين غيوم حبات الامبراطوري شيء بالجروحات ربما يجب انه تدخل لكن حبات الامبراطور تم تصنعها من قبل اخي الازغر ما هما تقومه مع المديني بالضبط بالأمر وصل لها ضحاد يجب علينا ان نبذل قصارة جهدنا وليس يسبب لنا مشاكة كبيرة في المستقبل ويتم تضحك باستقبال اول كنز بالعالم ويتقول لها اينا هيا هذا سيئ نستكشف الاطلاب بسرعة لا يتم سرقه ويقول لها دين غيوم تم سرق الكنز كيف يحدث ذلك للاعب معكم هي العجاز لعين بعد الان سادل الاثر على الكنز وينطلق بالهرب ويقول لا هذا سيئ لقد هرب انه ليس هرب لقد منحكم فرصة للعيش هي والعقبياء لكنكم لا تستحقونه وفي عام قطاع جبل باشيغوان ارى الملك الشري وهو يقتل عادة بشراسة ويبدأ صرق جنود امبراطورية جنود امبراطورية من الدرجة العليا ويقول شوان لان ختم الروح لسألة تأثير على الذكاء لماذا يبدو ان هناك شي خاطئ بالملك الشيطاني هاي وجد خلال في اقل بعد مماسمة الشيطانية استنادها للمانومات التي حصلت عليها من مزق قمر السود بشان جبل باشي كان جبل باشيغوان فتختص في تقوية الجسم وعنرغم من نظر الجسم التي ترضى لانه ترك وراك ميالة من الكنوز مثل اسلحة امبراطور متحطمة ومواد متوناعة مناسبة الصناعة والاسلحة والعديد منها شعب روحية نادرة في مجال الطب ونعم مجال الطبية يأتي شخص بسرعة نحوه انه دنغي يقول يجب ان احضر بعض الاشياء بزميل الصغير وانغلول ممارس الكيمياء وهو يلتم النباتات واحدة والتل والاخرى يلمون لكن يأتي هاني مباشرة اليه ويهجم اقلاد المجال من الكيتي اذا تجرأت على خطوة هذا اليوم اذا تصرفت بوقتها وتقول هانين هذا ليس ملكي تكلعينه كل هذا المجال لا نصيب لمن يراه لكن لم يتم دنغيه ويهج جاهز الرجوم ويهج سيوفه مباشرة ترتفع نحو هانين وجاهز للقتل نرى هانين تهج مباشرة لكن يتم تصدي من قبل سيفه دنغيه ولم نرى تقل المنحوزة فشلت في كسر ضوي السيف دنغيه قوي جدا ويقول دنغيه اذا اخطت مرة اخرى سيقتلك حتى قبل انتهي من اختيار الاشياء وتقول هانين دنغيه توقف العملية الشيخوخة هل يعتقد حقا انني غير جذابة وانا دنغيه ماذا يجب ان اعطيها لك وتقول هانين ساقم بالتبادلة معك بحب الامبراطور ويقول دنغيه لان ننقى حتى نظر على ما تحملي في يدك وانت فلا تريد تبادل به وهو تنظر الى الحبوب البيدي دنغيه وتقول حبا امبراطور من الدرجة المتوسطة ماذا يمكن ان نقدم غير حبات امبراطور اذا لان تلقى نظرة حتى عليها ويقول دنغيه انت سيدة القديسة في قصر الزهر اما ليس لديك حتى عشياء بخرجية اذا كان لديك شيئا جبنا سقم بالتبادل معك وبعد فترة لم يجب شيئا جيد ويقول يكذب يكاد ان سماح هذا وسعطيه لك مقابل التبادل انت سيدة القديسة في قصر الزهر العامة وانت في هذا الحادل الفقير اشعر بالحزن الشديد بالنسبة لك وانا العالم الزغير وانا العالم بوذي تم استقمال تجميع الجسم الذهب للبوذة وتكون النهاية اتمنى اعجبكم المقطعات اضعنا لايك واشتراك بالقناة وشكرا جزيلا لكم